موسيقى اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجل لكم بمقطع جديد ومقطع رجل دير ديمشين توزن لها طبعا في مقطع اليوم رح نرجع للألغاز مرة أخرى ورح نتكلم على لغز حير العالم في الحقيقة والواقع وحير عالم الجيمينج بشكل كبير جدا اليوم رح نحاول بقدر الإمكان اننا نغطي لغز البيج فوت أو ما يسمى بالقدم الكبيرة باللغة العربية قبل ما نبدأ في المقطع اتمنى انك تشترك في القناة لهبي عشان نوصل 100 ألف في أقرب وقت ممكن أما الآن خلونا نخش في المقطع طيب البيج فوت واحد من أكثر الألغاز العالمية الي في الحياة الواقعية إلى الآن معلوماتها غير واضحة ومجهولة وفي حلقة ناقصة بين المعلومات وبين الناس والبعض إلى الآن قاعد يتكلم عنها ويبحث فيها طبعا البيج فوت يقال انه مخلوق ظهر قبل 15 ألف سنة وظهر في عملية تزاوج تمت بين البيج فوت الأب وإناث من البشر طبعا في دراسات كثيرة قامت حيال الموضوع وأهمها قالت انه البيج فوت عبارة عن مخلوقات هجينة يغطي جسمها الشعر بكثافة كبيرة جدا ونوعا ما تشبه البشر يعني هجينة تشبه البشر وأيضا نوعا ما تشبه الحيوان طبعا في بعض الدراسات قالت انه بيج فوت الأب سابقا تزاوج مع بعض النساء البشر وتم إنجاب هذه المخلوقات الهجينة اللي تشبه البشر رح نسميهم البيج فوت الصغار طبعا بيج فوت الأب توفى ومات وانتهى البيج فوت الصغار استمروا استمروا إلى وقت قريب جدا والبعض قال انهم إلى التسعينات كانوا موجودين وظهروا في أمريكا الشمالية طبعا في عام 1967 في شخصين ذهبوا في رحلة إلى شمال كاليفورنيا فجأة قطع طريقهم كائن ضخم البنية مكسو الشعر يملك ملامح إنسان لكنه على هيئة غوريلا طبعا بمجرد ما شافوا هذا الكائن خافوا منه وهربوا لكن أحدهم قدر ياخذ فيديو للكائن وهذه هي اللقطات تعالوا شوفوا معاين طبعا بعد هذا الفيديو انقسموا الناس إلى قسمين قسم مصدق وقسم مكذب والكل يقدم أدلة وبراهين مقنعة وإلى يومك هذا الأمر نوعا ما مجهول وكل واحد يقدم دليل والثاني يكذب دليله طبعا آخر الأخبار عن البيكفوت كانت في عام 2013 أحد الأشخاص اتصل بباحثين أوروبيين معروفين وقل لهم إنه سابقا في عام 1993 في ولاية فيرجينيا هذا الشخص شاف البيكفوت وكان متأكد من ذلك بنسبة 100% خوينا إيش سوا راح وأخبر قسم الحياة البرية المحلية الأمريكية وقال لهم إني أنا شفت البيكفوت وكذا 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 هذا الكلام عام 1993 القسم تواصل معه وقال لولو إنه في أشخاص راح يجونك ويأخذون منك جميع المعلومات لكن المفاجأة إنه اللي جوه هددوا خوينا وقال لولو لا تنشر المعلومات هذه أبدا ولا تطلعها للإعلام إطلاقا وإلا راح نكتلك وفعلا خوينا المسكين كان نكتم على المعلومات لمدة 20 سنة فقط عام 2013 كلموا الأوروبيين هذولا وطلعوا المعلومات فالموضوع نوعا ما سياسي من الحكومة الأمريكية وإنه وجود البيكفوت فعلا حقيقي لكن الحكومة أبقته سر عن الجميع عشان الناس يعني لا يقومون عليهم ويمنعونهم من قطع الأشجار وغيرها ويقولون لهم يعني يحافظوا على البيكفوت ولا تكتلونه وغيرها لذلك الحكومة الأمريكية حاولت بقدر الإمكان إنها تبقي هذا البيكفوت سر زيه زي الاريا 51 طيب الآن عرفنا إنه البيكفوت يعني في له جزء حيواني وجزء الآخر إنساني أيضا عرفنا إنه ذكي ويفكر ومعاه عقل لكنه يخاف من الظهور بسبب ردات فعل البشر وغيرها طبعا بما إنه روكستار تحب الغازة المعقدة يقال إنه بيكفوت موجود في ردد ردمشن 2 وعشان نعرف عن اللغز أكثر لازم تعرف وتدرس 30 حيوان من حيوانات اللعبة بعد ما تدرس 30 حيوان الآن رح تتوجه لمحمية الهنود الحمر في أعلى الماب لما توصل على طول رح تلاحظ عدد كبير جدا من الطيور كل اللي عليك الآن إنك تلحق هذه الطيور وهذه الطيور فعلا رح تدلك على ما يقال على إنه موقع البيكفوت أو أحفاده أول ما توصل هذا اللي رح يصير مرحبا يا صديق مرحبا ماذا هو المدينك؟ جون جون مارستون عبداً من أنت؟ لا أعلم أن أخبرك هذا أحب أن أكون مستخدم أحب أن أضع هذا مجمع أنا جيد من المعرفة ترى؟ بطريقة اشتركوا زي ما سمعته في شخص تكلم مع جون مارستون وأخذ وأعطى معاه طبعا هذا الشخص زي ما شفته بقدر الإمكان حاول إنه ما يفصح عن نفسه إطلاقا ولا يكشف على هويته وأيضا هذا الشخص كان متخبي في مكان بعيد جدا عن الناس وهذه الصفات كلها تنطبق على البيكفوت غامض ودائما متخبي ويختفي عن الناس عشان لا يثير الذعر والشبهات سواء كانت في الحقيقة أو في ريد دريد نمشين 2 عموما هذه هي أول محادثة طبعا بعد ثلاثة أيام من وقت اللعبة هذا اللي رح يصير محادثة محادثة نعم نعم كيف حالك؟ محادثة ومحادثة مثل كل من بأكد هل هذا محضر كما يقولون هناك؟ كما يقولون؟ كما يقولون؟ كما يقولون كما يقولون نعم أعتقدم ذلك بأكد 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 إلى إنقراضها لكن البيكفوت في هذا الحوار نفى هذا الشيء تماما طيب من الحوارين هذه نوعا ما نقدر نأكد إنه الشخص اللي تكلم هو فعلا البيكفوت لكن عشان نعرف أكثر وأكثر لازم تجي للبيكفوت بأرثر مورغين ولما تجيه هذا اللي رح يصير محادثة محادثة كيف حالك؟ كيف حالك؟ هل ترى؟ أنا كبير لا أصدر أيديد لأنني كبير هذا نعم 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 ما أكبر هذا وأنني أعطي وريد أن أحدث ربما قدنا أننا محادثة أبداً حسناً أشخاص أشخاص معاًا أشخاص أعلم أنا لا أعلم لا أعلم كثيراً أيضاً أشخاص اشخاص 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 وحرفياً على البيكفوت لأنه زي ما تعرفون البيكفوت هاجين نصفه حيوان ونصف الآخر إنسان فمن الطبيعي إنه البيكفوت يبغى يعرف أكثر على نصفه الثاني اللي هو الإنساني طبعاً في حوار آخر لأرثر مورغين والبيكفوت تعالوا نسمع سوياً طبعاً رائعاً وأنت كيف حتتاك؟ حسناً أفضل أفضل هذا جيد أنا حسناً مرحل مرحل أنا حسناً خاصة وأردت بسبب أو أولغلاً لا يزال أفضل كما يتحدث أفضل 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 هل أنت بذلك؟ نعم، لقد أخذتك أيضاً وأنا جميل جداً هناك واحداً، لقد أستطيع أن أكون أسفة لكن الناس يمكن أن تكون... كبيراً لا أحد يريد أطفال أطفال لأنهم يأكلون كثيراً إنه مجدداً بعيداً عن الناس أو أني أقتل أو بين قوسين أنهم يذبحوني طبعاً هذا الشيء فعلاً أكدته بعض الأخبار أن الحكومة الأمريكية قبضت على جميع البيكفوتس وكانت تخيرهم بين أمرين يا أنهم يحبسون في مكان معين أو أنهم يقتلون لذلك البيكفوت في ردد ريديمشن كان يقول أنا كنت مخير يا أني أقعد وحيد أو أني أقتل وأيضاً في نفس الحوار قال إنه ما في أحد يبغى أولاده يكونون كبار أو ضخمين جداً وهذا دليل قطعي على إنه هو البيكفوتس طبعاً في لقطة غريبة جداً صارت لي أثناء الرحلة راح أوريكم إياها وأبغى تفسيركم الكامل لها عشان تكونون أنتو يا لهبيين جزء من المقطع أنا ما راح أفسرها إطلاقاً أبغى تفسيراتكم اللهبية شوفوا معايا اللقطة طيب هذا هو موضوع البيكفوت في ردد ريديمشن 2 وشفناه من الألف للياء وشفناه جميع التفاصيل حيال اللغز سواء في ردد ريديمشن أو في الحياة الواقعية طيب يا لهبيين أبغاكم تشاركوني آراءكم في خانة التعليقات حيال مقطعنا لليوم وحيال لغز البيكفوت وأيضاً لا تنسون اللقطة الأخيرة اللي شفناها قبل شوية طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم البيكفوت الآن يداهمكم ها يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة